استضافت وزارة الثقافة فرقة بالي سان بيترسبرغ الكلاسيكية الروسية في أولى العروض الأجنبية بدار الأبرة المصرية خلال الموسم الفني الجديد تقدم الفرقة العرض الكلاسيكي الشهير بحيرة البجع للموسيقار العالمي تشايكوفيسكي على مدار أربع ليال بالمسرح الكبير بدار الأبرة المصرية عاش الجمهور في أحداث القصة الشيقة لبالي بحيرة البجع للموسيقار العالمي تشايكوفيسكي تقديم فرقة بالي سان بيترسبورج الكلاسيكية الروسية في أول العروض الأجنبية بالأوبرا خلال الموسم الفاني الجديد حيث حقق العرض نسبة إشغال كاملة من الجمهور طبعا بحب أشكر الأوبرا المصرية وكل القائمين على الأعمال فيها فرصة كويسة جدا البالي الروسي يكون موجود تواجد معنا النهاردة دي برضو قيمة مضافة للعروض والحفلات اللي بتتعرضينا في مصر إحنا كأسرة جايين برضو نشوف حاجة فن راقي كلنا محتاجينه في الوقت ده طول عمري من ونة صغيرة وأنا بحب البالي ودايما كنت بتفرج عليه حتى في تلفزيون قبل مكنت أحضر الحفلات بتاع الأوبرا حتى حفدتي أصلا يعني هي بتلعب بالي برضو بقالي كتير قوي مستنية أن فاقة بالي روسية تيجي تعمل سوان ليك هنا في مصر أنا بحب العرض ده جدا جدا حاجة يعني كويسة جدا ومناسبة احنا محتاجين كده كل شوية يعني نتعرف على ثقافات شعوب مختلفة وبأداء فريد متناغم ولياقة لافتة روى العارضون قصة الأميرة الجميلة أوديت التي حولها سحر شرير إلى بجعة لتبقى أسيرة سحرها وتنتصر في النهاية على الشر حيث ارتحل الجميع إلى عالم أخاذ يمتزج فيه الواقع بالخيال بين عناصر الإبهار المتعددة التي شملت الإضاءة الديكور الملابس والموسيقى الحالمة طبعا أنا متحمسة جدا أنا أول مرة أحضر يعني زي دي يعني أحضرها بشكل لايف على طول بشوفها بس أونلاين فأنا أول معرفت أنه فرقة روسية فأنا أتحمست جدا أنا أجيي سعيدة جدا أن أنا أحضر حفلة بالي في مصر وفرقة أجنبية موجودة عندنا في البلد دي حاجة بتشجع السياحة وتدي صورة كويسة عن البلد وكمان طبعا ستوري نفسها سوانليك معروفة جدا وكل الناس بتحبيني أشهر ستوري في البالي البالي دا فن وأن الروس هنا أصلا هم بيرعبوا بطريقة جميلة قوي العرض يعد من أهم العروض الكلاسيكية وأحد أشهر أعمال تشايكوفيسكي التي كتبها في ظروة تألقه الفنية والذي يلقى إقبالا كبيرا من جمهور دار الأوبرا المصرية أحمد الحسيني التلفزيون المصري